وصفة اليوم اغلبنا نحبها وبدون نقاش وهي الكنافة بالقشطة اليوم مع بعض راح نسوي وصفة كنافة بالقشطة بطريقة سهلة نتيجة روعة بدون اي مكونات مكلفة او غالية راح احشي لكم كملاحظة بحيث تطلع بهاللون الحلو حتى بدون ما نستخدم اي اصباح مقربشة من برة ذايبة من جوة حلاوتها مع تدلة راح نشوف سر تماسك القشطة بحيث تطلع كريمية واضيط من الجهزة وقبل ما نبدي اذا اول مرة تشوفون قناتي اني اسمي نهرين اذا حبيتوا فيديو اليوم سووا لايك اذا مشتركين بالقناة اشتركوا فعلوا الجرس حتى توصلكم اشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اول شي نبدي به هو الشيرة او القطر لان الشيرة لازم تكون باردة تماما لما نستعملها حطيت كوبين من السكر كوب واحد من المي رشة صغيرة من مسحوق ملح الليمون وممكن نستخدم من الاقتين طعام من عصير الليمون الحامض نشيلها خليها على نار متوسطة من المسها نهائيا الى ان تغلي ولما تغلي شوية نحركها من الوسط ونغطيها ونتركها على نار هذا الى وسط لمدة 10 دقائق بعدها رح نشيل الغطاء ونخليها ابكاسة تبرد تماما ضروري ان الشيرة اللي نستخدمها للكنافة تكون باردة تماما وهذا يكون قوامها ما تكون كلش سائلة حتى لضطر الكنافة عندي الكنافة اللي رح استخدمها وزنها 500 غرام يعني نص كيلو عادة العبوات تجيب وزن نص كيلو غروري انه الكنافة اكون مجمدتها على اقل ساعتين حتى اقدر افتتها بسهولة ممكن انه اكسرها بالايد هالشكل اذا تكون جامدة وممكن انه اثرمها على الخشب مثل ما تتشوفون اذا تكون جامدة رح يكون تفتيتها واثرمها كلش سهل وممكن نثرمها ناعمة او خشنة حسب الرغبة وطبعا الافضل والاسهل انه نخليها بمحظرة الطعام وهي جامدة رح تنثرم بسرعة وبسهولة بقي ثاني بهذا الحجم الوسط يعني لا هي خشنة ولا نعمة هسه رح نبدي نخلطها ويد دهن طبعا كل ما استخدمنا دهن جودتها زينة طعمها طيب كل ما كانت الكنافة اطيب انا احب استخدم دهن البقرة الحلوب هو متوفر باغلب الدول طعمه ينطي شوية على الدهن البلدي نذوبه على نار هادئة وبعدين نضيفه طبعا لا يكون حار حتى لا يحرق الايد لكن بس يكون دافي ونبدي نخلطها بالكنافة نفرق الكنافة بالدهن بحيث الدهن يوصل لكل شعره من شعرات الكنافة وهي اهم نقطة اذا ما سوينها ممكن يخرب لنا الكنافة وهسا نضيف نسكوب من السكر المطحون ننخلط طبعا حتى لا يكون بيتكتلات هذا السكر رح ينضي قرمشة وتماسك ويخلي شعيرات الكنافة تلتسق ببعضها وتكون كرسبي نفرقهم كل جزين مع بعض الى ان نتأكد انه الدهن والسكر اختلطوا تماما بالكنافة وحتى احصل على كنافة لونها حلو وما اخذ استواء صحيح لازم القالب اللي اخلي بيه الكنافة يكون مدهون بكمية كل جزينة من الدهن خليت هنا ملعقة طعام كبيرة ورح اوزع الدهن اللي لازم يكون جامد ليكون ذايب اوزعها بالكامل على كل اجزاء القالب ما ابقي ولا نقطة بالقالب مواصلها الدهن حجم القالب عندي 30 سنتيمتر وممكن تستخدمون اي قالب كيك او اي بايركس موجود عدكم كل يفي بالغرض المهم يكون من النوع اللي ما يلتسق قسمت الكنافة بالنص بالضبط ورح ابدي اوزع اول نص على الصينية مثل ما تتشوفون رح احاول اوزع بالتساوي من البداية بحيث اضمن انه ياخذ طبقة وحدة كلها بنفس المستوى وبعد ما تتوزع رح ابدي شوية شوية اجرجرها بحيث توصل لكل حافات القالب بدون ما اضغط حتى ما احرك الدهن من جوه واني ودي اضغط ودي افرش الكنافة على القالب احاول الحافات اطلقها مثل ما تتشوفون حتى تكون عالية حتى القشطة تنحصر بالنص بعدين رح ابدي اضغط بصينية ثانية او باي شي ثاني متوفر ضغط قوي وحتى اضغط على الاطراف بهالشكل حتى يكون شكلها منتظم لما اطلقها من الفرن وبعد ما جهزة صينية عندي نخليها على الجهة واني بدي نحضر القشطة طبعا قشطة الكنافة بكل السهلة نضيف كوبين من الحليب اللي هو بدرجة حرارة الغرفة ثلاث ملائق كبيرة من نشط ذرة ملائقتين كبار من السميد الناعم او طحين الفرخة هذين ضيقوهم كلش حلولي القشطة نحركها على البارت حتى لي تكتل النشط باسفل القاعدة وبعدين انشيلا نخليه على نار وسط الى ان يبتي يغلي لما يغلي ويصير عندي بهذا الثخن مثل ما دا تشوفون راح اضيف علبة من القشطة وزنها 200 غرام ممكن اضيفون كمية قشطة اقل ممكن اصلا ما اضيفون قشطة لكن وجود القشطة او القيامر هذا يخلي قوام الكريمة اللي بداخل الكنافة تكون كريمية حتى لما تبرد ما تكون كأنها بس نشم ومتصلبة ضفت هنا ملعقة كبيرة من الفانيلا ممكن اضيفون فانيلا سائلة ورح نبقى نحركها على نار هادئة وبعدين انشيلها وهي حارة تماما يعني هيودة تغلي راح نضيفها على صينية الكنافة اللي حضرناها بعد ما نضيفها مباشرة ننهز الصينية حتى تتعدل بهالشكل هذا ونخليها على الجهة الى ان تبرد هنا اخذتين بتقريبا 10 دقائق وبردت جمدت تماما وبعدها راح ابدي اضيف ثاني طبقة من الكنافة هسا راح نقفل الكنافة من فوق راح نوزعها بشكل متساوي حتى يسهل علينا انه ما تكون طبقة عالية وطبقة ناصية نوزعها مثل ما تتشوفون نحاول نساويها قدر الامكان ونبقي شوية على الجهة حتى اذا احتاجينا وكان اكو فراغات نستخدمها هسا راح نوزع بدون ما نضغط الى ان نتأكد انه كلها صارت بمستوى واحد كل الفراغات انترسد القشطة مطال عبرة هسا راح ابدي شوية شوية اضغط طبعا لما تكون متساوية راح اضغط بلا ما اخاف خاصة الحافات هذه لازم اضغطها كل الزين اتأكد انه انقفلت حتى القشطة تكون مضبوطة جوه ولما تستوي ما تطلع نستمر نضغط ونعدل هنا احتاجت شوية كان اكو فراغ جبت من اللي بقيت احتياطي ونستمر نضغط ونكمل هالشكل الى ان تاخذ عندي شكل مستوي وشكل يبين انه هو مرتب من برا وهسا راح ندخل هالفرن الفرن يكون محمى مسبقا بدرجة حرارة 200 درجة مئوية الحرارة من جوه بس نخلي الصينية على الرف الاسفل اللي يكون اول رف بعد القاعدة نخليها حوالي نص ساعة وبعد هالنص ساعة نستمر نراقبها لما نشوف انه الاطراف بدت تاخذ لون اشقر وبتعدت او انفصلت عن حفات الصينية معناها انه الكنافة بدت تستوي من القاعدة ولما كل الحفات تاخذ هذا اللون الاحمر نشغل عليها الشواية من فوق راح تاخذ حوالي خمس دقايق او ممكن اكثر بشوية ولما توصل لهذا اللون الحلو نطلعها ونقلبها مباشرة على طبق التقديم ضروري انه اول ما نطلعها نقلبها ورأسا نسقيها بالشيرة الكنافة لازم تكون كلش حارة يعني طالعة من الفرن والشيرة تكون باردة يمكن الافضل انه الشيرة تحضروها قبل بيوم تتشوفون الكنافة شون مستوية بشكل كلش حلو ولونها رهيب ريحتها تاخذ العقل وهسا راح نبدأ نوزع عليها الشيرة قدر الامكان بالتساوي طبعا كمية الشيرة اللي نخليها تعتمد على الذوق الشخصي انا خليت تقريبا نص كمية الشيرة اللي حضرناها اليوم والبقية طبعا نحتفظ بيها الغير استعمالات ممكن تخلون الشيرة كاملة اذا تريدوها تكون غرقانة بالشيرة شوفوا لانه الكنافة حارة والشيرة باردة شون اول ما دتنزل الشيرة عليها دتمتصها مباشرة ودتوصل لي جوه هنا راح احاول اخلي شوية بالزوايا حتى اضمن انه راح تنزل جوه وتفود جوه قاعدة الكنافة وتنطيلها رطوبة من جوه بعدها راح ابدي ازينها بايشي انا اريدها بعد ما امتصتها شوفوا شون الشيرة كلها تخلط راح ازينها بشوية فستق حلبي واخليه كمورداية هم تنطيها لون حلو طبعا هنا انا افت التصوير وبقيد اتأمل هذا الشكل الحلو شوفوا القرمشة شوفوا اللون شكت حلو حتى بدون ما نخلي لأي صبغة طبعا هاي الكنافة الاطيب انه اقدمها وهي دافية بس حتى اذا بردت ممكن انه تسخنوها شوية بالفرن او بالمايكرويف طبعا شاربة الشيرة بشكل كلش مضبوط بنفس الوقت حلاوتها معتدلة مقرمشة منبرة ومن جوه ذايبة طبقة الكريمة اللي حضرناها رهيبة متماسكة بس قوامها كريمي وذايب نفس الوقت طعمها رهيب اتمنى تجربوها وتعجبكم اتقدموها للعائلة بالبيت او حتى لضيافة تكون كلش حلوة اكتبوا لي على رأيكم بها اذا جربتوها اشوفكم على خير في فيديو قريب جاي والله يحفظكم باتم الصحة والعافية